عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عاملين ايه ايه رأيكم بقى في الطابلية المدورة دي طبعا الطابلية المدورة دي انا كانت قرصة عندي وحطت لها تراجيزة زغيرة من تحت وعملتها باربع مسامير وديتني الشكل الجمالي ده حطيت المفرش ده بصوا بس حبيت ان انا اعمله بفكرة تانية ان انا عايزة مدور ويدي نفس الكرنشة دي لان الكتعتين دول بيجوا في الارض كده بيبقى شكلهم الاربع جناب دول بيجوا ايه بيبقى شكلهم وحش فانا حبيت اقصهم بدوران بس طبعا هي بترى يعني القرصة بصوا انا قصيت بقى كده هي بدوران لاني ده هحطوا مفرش شيفون كان لوحده ومش نافع فانا حبيت ان انا اعمله قطعة من تحت زي البطانة طبعا بصوا القطعة دي اهو وشها ده المفروض لقيت ضهرها احلى من وشها تمام كده فهي القطعة دي عبارة عن ايه عن مترين تمام كده فانا قلت هشيل منها نص متر علشان ما تبقاش كبيرة وطويلة تمام كده فانحنا هنعمل ايه هنشيل النص متر بتاعنا اهو تمام كده اهو هاقصه قصي بده وانت بتقصي عشان تتأكدي ان قصك صح لازم تحط الطرف ده على الطرف ده شايفين اهو عشان الميجا قص يبقى الحتة اللي انا هقصها هتبقى ايه مزبوط تمام كده وابدأ بقى ان انا ايه اقص المفرش بتاعنا احنا عايزين نعمل مفرش عمولة يعني مش مش اي حاجة تمام كده اهو وابدأ برضو امشي مع نفس الخط اهو هي اصلا القمشة مخططة وعملة مربعات كده كويسة تمام كده وطبعا القطعة دي اللي هي النص متر دي شايفين مكتوب عين تمام كده انا بالوقتي قداني دي فرشتها على الطبلية كده بتاعتي دي ولقيتها بصوا انا حبيت ان انا اعملها قرصة مدورة كده اهي وارجع تاني اعملها كده عشان اقدر اقص اهو القرصة من الايه من الاربع جنيه انا كده هحبت مثلا الفكرة ان هنا دي طب البستين دول بقى هم مش بستير هم اربعة تمام كده اهو هحاول بقى ان انا ايه اعملهم زي الدوران كده عشان ما يبقوش في ايه في الارض معينة يعني هي او كده طبعا الكتعة شايفين شكل الطابلية طبعا اللي حراف بتاعتها لانها كانت قرصة بتاعت تربيزة وكل شوية كانت تقع فطبعا القرصة هي اللي فضلت سليمة والايه اهو بصوا بقى لو انا عملته كده احنا بنقص مفرش ليه تربيزة اهو لو انا عملته كده بصوا كأنه فعلا هو جاي عشان تمام كده اهو عايزة تبقى هي من كل الجهات لأ مش عبني برضو عايزة اقصرها اكتر شوية كمان اهي يعني هي من هنا من هنا كويس لكن عايزة تتاخد من هنا بصوا انا والله مش خياطة ولا اي حاجة بس احنا بنعمل اجتهادي بصوا اللي حاول دي كانت بوث كده بينزل طبعا مع الطابلية وبيغبط طبعا في رجل اللي قاحد فأو لو طفلي مثلا بييجي ايه هيكعبل وهو بيعب فقلت خلاص انا هعمل مفرش بس عايزة اعمل مفرش طبعا يكون ايه ما يكونش يعني سبب عقاط اللي جاي اهو وابدأ بقى ان انا ايه طبعا هي كذا طبقة وهعملها اوفر دلوقتي ونيجي بقى نفرش المفرش بتاعنا اهو اهو ونبدأ بقى نفرش المفرش بتاعنا على الطابلية هو بصراحة على الواجهين اهو واجه اهو بصوا الواجه ده شايفين شكل الطابلية شكلها جميل بصوا بعد مقصينا وكمان بصوا بقى لو انا هطيت عليها ده كمان اهو هيدي تفتيح للمكان وفي نفس الوقت ايه ما يبقاش ليه بوزة كده نزلة من الاربع جنين تمام كده هروح بقى اعملهم اوفر لتنين وارجع لكم وهنا بقى زي ما انتم شايفين كده اهو انا عملت المفرشين اوفر ما حبيتش اضيع وقتكم بصوا سواق عملتوا بالنحية دي اهو ده الواجه المفروض بتاعه بس حسيت ان الظهر احلى بصوا شكل الترابيزة بقى جميل جدا جدا شايفين اهين هنا لسه دي جميرة عايزة اصحابها كمان شوية اهو بصوا شكل طبعا صعب قوي ان انتي تعملي مفرش لترابيزة مدورة اهو واجبت طبعا الشكل التاني اللي هحط عليه اهو دي لسه ممسوكة بالاوفر اهو بصوا بقى لما حط كده اهو انا كنت اخط ده ناس وكان شكله ما كانش عجبني اوي لانه كان ليه اربع حراف كانوا طوال لكن هو المفرش معقول وكده قدرنا نعمل مفرش سريع من اقل الامكانيات والله كان قماش موجود في البيت قدرت اعمله بالمنزر ده عايز اوليكم الترابيزة من هنا ومن هنا شكلها بصراحة طحسة اهو وممكن عشان تتناسب شايفين شكلها طبعا شكلها حلو جدا وعشان تتناسب برضو مع الشكل اهو ممكن برضو احط لها ده على الوش كده ويبقى فيه تطريز واتمنى الفكرة تعجبكو لو عندك ترابيزة مدوارة مربعة يلا طلعي اي قماش عندك اعمل لها مفرش بطريقة سهلة وبسيطة اتمنى الفكرة تعجبكو اتجربوها باي باي سلام عليكم شكرا